من يوبينك قوي جدا لما تبص على سيفيدا لازم تقول ان هو هينجح ايه بقى انت كراجل طول عمرك في المنتخبات وعملت اجيال كتيرة جدا وكبيرة جدا ايه اللي تقدر تقيم بيه قبل ما يبدأ الشكل العام للإدارة الفنية اولا انا ادي له نسبة نجاح بان هو جاب الجهاز بتاعه دي بتديني مؤشر اللي هو هيكمل الاربع اللي هم مختلف الاربع اللي معاه دول دول مؤشر دول دول مؤشر كويس قال له هم راجل فاهم شغلته نسبة تكلم ان هو كان في اخر فترة مع كلومبيا واتغلبوا ستة واحد واش عارفوا ايهه وخنوب ديه قالك برضو قدويا كان مع راجل راجلا بيه وستة واحد ملعه وملعه ديه انت عارف الشعبين اللذيذ يعني لكن طبعا عايز اشوف في الظل الظروف الصعبة اللي هتتقابل برضو كرة المصليل خلال موسم القادم ده مش صعبة ده هتكلم معاك فيها دي دي مش صعبة اول مقاتلة دي انا مش هوتك اه اه بتعرف ان انت عندك يعني نوفمبر مطشين اكتوبر قصدي مطشين ونوفمبر مطشين وديسمبر كاس عرب ويناير 2022 كاس امم وكاس عامل بقيت بقى تصفات كاس العالم في شهر ثلاثة اللي هو المطش لو ربنا كرمنا وصلنا يبقى المطش الفاصل بعد كده كاس العالم طب ده ايه دي هتتعمل ازاي ده غير ويومين مطر في الزحمة روح بأجلك ده غير يومين مطر على غير غير مطشات افريقيا الاهلي وزمالك وبيرامدز والمصري طب ده هتتعمل ازاي عشان كده بقولك ايه عايز اشوفه فص الضغط ده اعتقد اللي هو اخد ده تكاملة عن طبعا اسباب فشل الجهاد الصابق فاعتقد اللي هو هيشتغل عليها تبسطيني جدا اللي هو هياخد الفرقة يشتغل معها الخبر ده جالنا مبارح انا قلته على الهو لكن طبعا انا مبسوط جدا اللي هو من عشر قالك اللاعبين المحليين فقط انا مبسوط جدا اللي هو فكر في حاجة زي كده لازم يروح ويشوف ولازم يختار اللعب الكويس لا يهتم بانتماءه النادي ايه ولا ولا الجمهور بحبه كويس كل دي مؤشرات تخليني ابص بالنفس شوي تمام لكن انا اقايمه تقييم حالاني بانا رجل لا الورق ده ما اسأل من الاوراق اللي بتت كتير ما اسأل يا الاسواق لكن هو لما يشتغل بنتتنشوف نحكم ان شاء الله الجهاز المعاون بقى كابتن ديا كابتن محمد شوقي كابتن جهاز المعاون المصري كابتن عصام الحضري كابتن واق الجمعة كمدير للمنتخب شايف دورهم هيبقى ازاي الفترة اللي جاية يعني الكل بيقول ان الدور الاكبر هيبقى ليهم الفترة اللي جاية على الاقل ما اسأل بتقول ليبيا يعني هو طبعا اكيد كابتن ديا اشتغل مع سيراميكا وكان متواجد في الدور المصري اكيد عارف طبعا اللعيبة كويس هيديله ده تكاملة عن الوضع اللي فات وايه الحاجات اللي خلت الناس مش مختنعة بالجهاز السابق وايه مين اللعيبة الكويسة واللعيبة كانت ممكن تخش واللعيبة اللي هي دخلت ما لا تستحق ونفس الكلام محمد شاوي عنده دراية كاملة بالمتخب الالومبي بيغربوا عليك اعتقد ان ده ربط رائع ما بين المتخب الالومبي ومنتخب الاول اه انا خدنا فلان وفلان 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 وعملنا ورشاة وديه هنا وده كان كويس وده لا تمام طبعا انصام الحاضري كنت كنت شايف ليب اجيب سامير كان كنت في الداخل اول مبالع فسامير يقول لك يا حرام هو هشتغل امتا عنده 40 سنة وقلتول الله هو اللي خلي يلعب غاد 47 سنة مهوتو السابق يعني انتو مهوتو جيل ده كله قال لك هو حرام هشتغل امتا عنده 40 سنة فقلتوا له طبعا سامير في المداخل هو اللي خلي يلعب غاد سبع 40 سنة مهاش تحمل بقى بس طبعا لكن مع احترام الكبير عصام حبيبي طبعا طبعا واتعمل تاريخ يعني فوق الوصف لكن برضو حتة الممارسة وحتة النزول الملعب عشان كده قلت لك الورق مش مهم المهم الملعب لان انا مريت برسل على جانب اخر يا كابتن يقولك ان عصامي يعني من كتر التمارين اللي شافها غير ان هو مؤخرا انا لسه شايفه قرية بصلي عشان كده عرفت الموضوع ده مؤخرا كان في اسيا في الامارات تحديدا وبياخد اللايسنز بتاعة البي الاي كمان بتاعة اسيا وبالتالي شيء جيد بص انا رحت خط دبلومة سبع شهور في المانيا دبلومة في كرة الخدم سبع شهور صاحي نايم كرة بس اه كرة بس اصابات بزدت تمام وما انفصلتش الا لما كابتن جوهر الله رحمه قال لي خلاص كفاية انت استويت ما ارتك المتخب الاولمبي اه في الاوردن سح اه متخب الشباب ايه وروحت بي كاس العالم في كانت فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا انا انا شايف في الفترة دي مش عصان بس في فترة اللي فاتت دي في استعجال استعجال كبير جداً من اللعيبة اللي كانت بتلعب اللي هم يبقوا موديل الفنيان. ودي أثرت على حتة التغييرات الكتيرة في المدربين والأجهزة. في استعجال. مفيش واحد خدها من تحت واستول غاية لما وصل وفي استعجال كبير جداً. 47 سنة هيستقل. فاكر فيلم الأرض. بس عصاب بتمناله التوفيق إن شاء الله. هو يطلع خبرته للناس. الحراس اللي يبقوا موجودين معه واختياراته تم مهمة جداً. ولازم يعرف اللي هو عليه دور كبير جداً والناس مستنية حاجة منه كويسة إن شاء الله ربنا. وقى الجمعة كابتن وقى الجمعة في إدارة المنتخب على رغم من الراجل اللي أنا عرفته برضو. معلومات يعني. من الراجل ما يعرفش يعني مدير منتخب. يعني ما بيحبش أساساً. أكلمك بصراحة؟ بصراحة طبعاً. أنا ضد حتة المدير المنتخب. فعلاً؟ إيه مدير المنتخب؟ فيه مدير إداري. الكل في الكل يا كابتن الإسلام هو المدير الفني. أوكي. هو المدير الفني هو المسؤول عن من إيته زد. بس هو المدير الفني مسؤول عن حجوزاته بتاعه. أنا عايز أعمل معسكر يوم اتنين عشرة. مدير المنتخب هيعمل إيه؟ هيزبط الدنيا؟ عن طريق مين؟ الإداريين اللي معي. أه. أه. إنت عملت جيبها يمينش فان؟ طب مدير إداري دايرك على طول. أه. اعتمد في التايتل بس؟ أه طبعاً. أعملني كذا كذا كذا. أنا مسافر لحتة الفلونية. وآآ. بس هو مدير المنتخب ده بقى زي مدير الكرة كده. مدير الكرة برضو بيبقى دخل في اللاعبين حتى. اللاعبين حتى. اللاعبين لما تشوف كابتن واي الجمعة. تشوف كابتن محمد براجد. مدير إداري. مدير إداري. مدير إداري. محدش معاه. ممكن يكون معاه واحد. أنا شفت باركات معاه كان واحد. ثلاثة. مدير إداري معاه واحد صغير يتحرك معاه. يليبله الجوازات من اللاعبه. يطلع على الصفارة يخلص. هو ده المدير الإداري. هو سمير عدلي كان بيعمل ايه؟ كده زي ما حاجة بتقول. كانت سمير عدلي كان معاه. كانت سمير عدلي هو مدير المنتخب بقى في الوقت ده. مدير إداري منتخب يدخل معاه ثلاثة أربعة تحته. ليه كل. ليه الزدة دي كلها. ليه الزدة دي كلها. بتشوف الموضوع أبسط من كده. طبعا. حاجة تانية. انت بتشغل مع أجانب. بتشغل مع أجانب. هل مدير إداري يوجد اللغة بحيث لو يفهم كل صغيرة وكبيرة من المدير الفني أو مدير منتخب أو أو. اللغة مهمة جدا. لا واقل بيفهم انجليزي كويس. لكن بورتغالي. معاشا كده بقولك. خلو في مترجم مع الجهاز؟ ولا مفيش الله أعلم. في مترجم؟ محمد صلاح اه. مترجم اسمه. محمد صلاح هيلعب ولا مترجم. لا المعجبت لبقى الجمعة وكان مع الكابتن إهابل هي طبلي كده في الجهاز. أنا أنا في تقديري مصطلح مدير الكهرة ده أو مدير الملتخب ما عليش محترام يتلغي خالص. في مدير إداري. يعني حالك تقصد المصطلح. مدير إداري مسؤول عن كل حاجة. حجوزات واستخدام لعيبة ومحترفين وتيكت محترفين. أيوة. تمام وحاجات دي كلها ومعاه واحد شاب يساعدوه. بس لكن الزيتة بقى كل الصف اللي تحت بند الإداريين ده لا ما ينفعش. كتير قوي. كتير قوي. يعني حالك مش معطرد على الاسم نفسه كابتن واق الجمعة يعني. لكن انت معطرد تايتل. لا 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 تايتل نفسه ومواصفات المكان نفسه. بمعنى؟ مواصفات يجيد اللغة. اه الراجل طلب منه حاجة يبقى عارفه ويقال ايه. ان في تاكات صغيرة ممكن تغرد تبصلك الدنيا كلها. طبعا. طبعا. ما خبالك. كانت تقول لي كم بيعمل الله الرحمه وكم بيعمل حاجات دي بنفسه. اه الحاجة التانية. المحادثات المبين اللعيبة المحترفين والاندية والمنتخب والحاجات دي كلها محتاجة. يعني انت عشان تستخدم لعيب مسلا محمد صراح من اللي بربوله وتبعت له تتابع. اه تتابع مع النادي وهيقول لك هجي لك امتى وهجز له امتى والعجان دي كلها. مش هجيب واحد قاعد جنبي هو بقول ايه. خدت سماسما. نبعش. اه. بس فا اعتقد ان ما لقلوا التوفيق برضو واقل لكن عايزين نتطور شوية من فكر الاداري نفسه. اه يعني دا يعود للاتحاد المصري او لجنة فلسائي. كواسين او على الفكرة. طبعا. واللغة بتاعتهم كويسة او شطار. طبعا. وعلاقاتهم كويسة فيه وفيه وفيه. مش شرط اللي انا مش عشان واقل. عشان بعد كده المنظومة تتغير. مش شرط اللي انا اجيب نجوم. اه. انا عايز واحد يشتغل. ام. عايز واحد. النهاردة سمير عادل النهاردة لما النادي الاهلي بيعمل معه. مين اللي بيروح. ام. مش سمير اللي بيروح. كابت سمير اه. وبيح جزوية واه واه واه. سمام. صح. وساعات كابت سمير بيرسافر معه. وساعات بيبقى مع الفرقه. مع الفرقه على حسب. ما هو هو المسؤول. ام. فاعتقد اللي احنا لازم بنغير شوية. يعني الجهاز كبير شوية. اه يعني تقصد الشكل او تنظيم الجهاز. اه. اه. انت بتتكلم في تلاتين اللي اعيب يبقى معك في اي معسكر. اه. ده يوم ما يعني يوم ما تبقى عمل الاختبارات بشبه. اه. تمام. فانت النهاردة اشوف كم واحد اربعة. وهو يبقى خمسة. ومعه ثلاثة ما يصيرين قدي ثمانية. ومعه. وقل تسعة. وقل تسعة. وطاقم الطب لسه. ولسه بقى مبعت تحت البتاع. هو كل يناتوني اللي يبقى هي بقى. اه. عم انتخب تاني. اخلي بالك كتر من خلال خبرتي بقى. مم. كل ما بتكتر كل ما بحصل مشاكل. اه. خلال خبرتي بقى. وما لواحد شاف حاجات كتير جيد. كل ما بتكتر عدد افراد الاجهزة. كل ما بيحصل مشاكل. هنحتفظ بالكلام او كده كده هنحتفظ بالكلام ده لانه كلام مهم جدا. اه يعني كثرة النجوم او الاسماء اللي موجودة في الجهاز ممكن تعمل مشاكل. طبعا. طبعا. هو ليه ما قال ليش انا? ليه قال له هو? ده انا اللي قلت.